ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله عاجل محكمة الاستئناف تشدد العقوبة على الطوجني شددت محكمة الاستئناف باقادير اليوم التولى العقوبة التي قضت بها المحكمة الابتدائية في حق الناشط رضى الطوجني حيث قررت رفع عقوبته من سنتين الى اربع سنوات نافذة وذلك على خلفية شكاية قدم بها ضده وزير العدل عبداللطيف وهبي وكانت المحكمة الابتدائية باقادير قد حكمت في فبراير الفائت على الطوجني بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها عشرون الف درهم مع اداء درهم من رمز تعويضا لوزير العدل عبداللطيف وهبي الذي اشتكاه بتهمة التشهير به من خلال بث مقاطع فيديو ذات علاقة بقضية اسكوباري الصحراء وفي تعليق على القرار الصادر بحق الطوجني قال محاميه رضوان عربي ان حكم يجانب الصواب وغير منصف وقاسي جدا واضاف الظاهر اننا سنخاصم كذلك القرار الاسئناف امام محكمة النقدة وهي مسألة سنراجع فيها السيد طوجني